يامسا الخير ويأهلا وسهلا بكل أهلوية بداية حلقة جديدة من السادسة كل التحية لحضراتكم في بداية الحلقة وبانتهاء مباراة الأهلي والدخلية انتهى الجزء الأول من الموسم بنسبة نجاح كاملة أداء الأهلي أداء ونتيجة الحقيقة أهلي ما فرطش في ولا مباراة كل مباراة سواء في دور الأبطال أو في الدور المحلية أو في ماتشو سوبر انتهت بالمكسب ورغم الحقيقة الغيابات الكتيرة لناس يمجن كتشوفها مؤسرة لكن احنا نتكلم على غياب معلول ربيعة ديانج طاهر الشحات كلهم الحقيقة لعيبة مهمة جدا ومقدين الحقيقة في الفترة الأخيرة بأحسن مستويات لكن حقيقة رغم الغيابات دي قدر الأهلي يقدم عرض قوي جدا ويفوز بنتيجة خمسة اتحسب منهم أربعة وده اللي كنت بقوله من قبل الموسم بيبدأ عشان منشلش أهم التحكيم وأهم الفار وهم حسابات الخطوط التسلل اللي ضاعت علينا السنة اللي فاتت نقاط كتيرة جدا كانت كافيلة أنه إحنا حتى وإحنا مش أحسن حالاتنا ناخد الدوري لكن وقت كان هيلغي لك هدف هيحسب لك أوف سايد مش هيحسب ركل الجزائط ده تجيب هدف واثنين وثلاثة واربعة وتنهي المباراة بدري بدري وده اللي حصل التقييم العام للجزء الأول خد بالك ده الجزء الأول من السيزن الجزء التاني يبتدي من بعد مرحلة التوقف لغاية لما نوصل إن شاء الله لموسم الانتقالات الشتوية ويكون لنا فيها كلام تاني وحسابات تانية وبالتأكيد ما فيش شك هيكون فيه تدائمات كبيرة جدا في موسم الانتقالات الشتوية كان الرهان على أنه ميستر كولر في الفترة دي يقدر يقيس يقدر يقيم يقدر يشوف ويقدر يحدد إيه هي الاحتياجات الأمثل من وجهة نظره للنادي الأهلي عشان نروح للجزء التالت من الموسم بقى اللي هو الجزء الأصعب والجزء الأطول جزء الممتد واللي هاشت فيه منافسات في أكتر من بطولة كاس دوري بطولة دوري الأبطال كلها ان شاء الله بإذن الله هتبقى بشكل مكسف في الجزء التالت من الموسم ده عايزة أقف مع حضراتكم على تقييمكم يعني احنا تكلمنا كتير طبعا وانا عارف ان الجزء كبير من جميعنا دي الأهلي كان في بداية الموسم الآن صفقة اتنين تلاتة والناس بتاعمل صفقات بالعشر والقمستاشر وفيه فرقة اشتريت فرقة جديدة بالكامل فده كان شوية مصدر قلة وخصوصا انه مستويتنا مكادش احسن حاجة في الدنيا في نهاية الموسم القديم لكن احنا راهنا بشكل كبير جدا زي هفكركم برضو قلنا انا كنتب اتمنى ده وقد كان انه ادارة الاهلي تراهن على الكواليتي تراهن على اللعيبة لتصنع الفرق مش مهم يكون عددها كان ان شاء الله لعب او اتنين لكن المهم انه هم يمثلوا اضافة لفريق المهم انه هم يكونوا عناصر فعالة المهم تحس انه في اداءهم عمل طفرة في الاداء الجماعي الفريق وقد كان شادي حسين اثبت جدارة برونو سافيو تقلق وخصوصا طبعا في مباراة السوبر واخدوا بالك وانه لسه ما دخلتم يعني برونو سافيو لسه ما طلعش كل اللي عنده فخلينا اسمع رأيكم النهاردة سؤال حلقتنا ايه رأيك او ايه هو تقييمك لأداء الفريق خلال الفترة او الجزء الاول من بداية الموسم شايفين الفريق قدم ايه ناقص ايه خلينا اسمع تقييم جماهير النادي الاهل وهتكلم على طبعا فترة التوقف ازاي الجهاز الفني هيتعامل معاها اخبار المتش او المغارل والديها ايه نتكلم على اختيارات روي فيتوريا لقائمة المنتخب الاول بس خليني اقولكم كمان انه كمان دقائق بسيطة جدا هيبدأ موسم دوري الفولي دوري الطايرة واول لقاءات الاهلي هتكون كمان دقائق بسيطة جدا فريق الاهلي لكورة الطايرة رجال هيبدأ مشواره في البطولة في مواجهة بنها وهنتابع ونروح ونيجي مع حضراتكم طبعا على مدار الحلقة وابلغكم بكل ما يتعلق بكواليس المباراة وتطوراتها وهنحاول ندي حضراتكم فكرة عن شكل البطولة دوري الطايرة مختلف يعني جملة وتفصيلا عن شكل دوري مثلا في كورة القدم بيلعبوها منظم ثلاث مجموعات تصفية وبعدين مجموعتين وبعد كده يبقى فيه مواجهات مباشرة بين اله هشرح لكم بالتفصيل الأهلي يستقنف تدريباته اليوم خلال فترة توقف الدولي راحة سلبية للدوليين حتى معسكر المنتخب عبدالحفيد يكشف موعد راحة الفريق والودية القادمة الشحات يشارك في تدريبات الأهلي بعد تعافي صلاح يفوز بجيزة أفضل هدف في ليفر بول خلال شهر أكتوبر خاليني أقول لحضراتكم وقبل ما أروح للتفاصيل طبعا خالص التعازي للشيخ حمد بن خليفة رئيس الاتحاد القطري الكورة القدم النهاردة كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وكل أعضاء مجلس الإدارة تقدموا بخالص التعازي والمؤساء لساعدة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد الثان رئيس الاتحاد القطري الكورة القدم والعائلة الكريمة في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان طيب النهاردة طبعا عندنا حاجات كثيرة أو أكتر من ملف حباب أتكلم فيه مع حضراتكم واحد طبعا هنتابع طبعا زي ما قلت لكم في بداية الحلقة أو بدايات مباراة الأهلي وبنها النهاردة بنتكلم على تدائمات لصفوف فريق الطايرة باثنين محترفين أجانب وصفقة محلية أحمد عزب وطبعا مع نجوم الفريق أحمد صلاح وعبد السلام وسعيد وعادل يعني طبعا نجوم كثير جدا خلينا نروح طبعا لملعب المباراة الملعب نادي الأهلي اللي بيصديف مباراة أو لقاء الأول للأهلي في مشوار بطولة الدولي النهاردة زملتنا سالة حامد موجودة من داخل الملعب تنقلنا صورة عن بداية الأهلي وعن الاستعادات طبعا لبداية المباراة سالة مساء الخير مساء الخير زميلي أحمد طبعا برحب بيك وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة نادي الأهلي بكل مكان ويمكن زي ما أنت قلت زميلي أحمد طبعا أنا حالية المتواجدة داخل لصالت أميرة عبدالله الفصل داخل مقر لنادي الأهلي عشان نقل لكم كل الأجواء هنا ما قبل مباراة اليوم يعني المباراة الأولى بالنسبة لنادي الأهلي في الدور التمهيدي لبطولة الدوري المصري ليه كرة طايرة رجال وطبعا هي مباراة الأهلي وبنها اللي هتقام نهاردة إن شاء الله في تمام الساعة السادسة وربع يعني بتوقيت القاهرة على صالة أمير عبدالله الفصل خلينا يا أحمد في البداية يعني أتكلم معاك على طبعا الأجواء زي ما أنت شايفه ورايا يعني بدأ يعني كلا الفرقتين يبدأوا عمليات الأحماء قبل مباراة اليوم يمكن كمان يعني أخروا شوية موعد المباراة من الساعة ستة للساعة ستة وربع يعني نظرا للظروف معينة داخل الصالة فقرروا أنهم يعني يأخروا شوية موعد المباراة زي ما أنت شايف عمليات الأحماء يعني قسا شغالة ورايا ويمكن قبل عمليات الأحماء يعني كان فيه محاضرة فنية ما بين الكابتين ميدوم سرحي المدير الفني الفريق الأول لكرة تايرة رجال ما بينه وما بين كل اللاعب إلى نادي الأهلي الحديث عن مباراة اليوم وطبعا كان الحديث أكتر على مباراة الودية الماضية التي كانت أمام نادي طلاق على الجيش والانتهت بفوز نادي الأهلي بثلاث شواط مقابل شوت يعني كابتين ميدوم سرحي كان يتكلم عنه في كل الأمور الفنية طبعا نقاط الضعف والقوة بالنسبة لفريق بنها عشان يركزوا عليها طوال المباراة ويضمانوا طبعا الفوز بعد نهاية المباراة كمان خليني أقول لك القائمة لفريق النادي الأهلي يمكن القائمة بتتدي به أحمد صلاح عبدالله عبدالسلام عبدالحليم عبو عبدالرحمن السعودي وعبدالرحمن الحسيني محمد عادل وحسام يوسف أحمد سعيد وزياد أسامة أحمد عزب محمد رمضان لبرو وإبراهيم رسلان ومحمد محسن وأنس صلاح دي قائمة اللي بتضمت كل لعبين نادي الأهلي اللي إن شاء الله يكونوا موجودين في مباراة اليوم يمكن زي متسامع يا أحمد يعني دخل عدد بسيط من جمهور نادي الأهلي للصالة طبعا لمؤذرة الفريق وطبعا تشجيعه طوال المباراة اليوم كمان خليني أقول لك بالنسبة للإصابات أو الغيابات بالنسبة لفريق نادي الأهلي في مباراة اليوم يمكن في العديد من الغيابات هتكون موجودة النهاردة بالنسبة لأحمد قطب واحد من نجوم لنادي الأهلي هيكون يعني أو هيغيب عن مباراة اليوم بسبب إصابة في الرجبة حاليا هو في فترة التأهيل لمدة أسبوعين وإن شاء الله بعد أسبوعين هينضم للتدريبات الجمعية مع فريق لنادي الأهلي كمان النهاردة هيغيب زي ما أنت قلت يعني ممكن تنفيذ عدعامات كبيرة بالنسبة لفريق لنادي الأهلي وهم يعني اتنين محترفين النهاردة مش هيكونوا موجودين يا أحمد يعني فيه مباراة اليوم بشكل رسمي يعني عشان لسه ما تأيدوش بشكل رسمي من الاتحاد المصري للكرة الطائرة وطبعا هم المحترفين الويجي المحترف الإيطالي يمكن كمان عنده إصابة في سبرين أنكل هيغيب عن مباراة اليوم يعني بالإضافة لي أنه هو كمان لسه ما تأيدش وهي كمان المحترف الكوبي يو واندر واللي بيلعب طبعا في المركز الليبرو هيغيب عن مباراة اليوم بسبب عدم تأييده في الفريق بشكل رسمي كمان محمد عصران هيغيب عن مباراة اليوم بسبب يعني تواجده في الجيش التجنيد فيعني دي الإصابات أو دي الغيابات اللي موجودة في صفوف فريق نادي الأهلي كمان خليني بشكل سريع أكلمك شوية عن استعداد فريق نادي بنها يمكن نادي بنها تحت كابتن إبراهيم أبو سريع نستعده بشكل قوي لمباراة اليوم سبع مباراة ودية في الأيام الماضية كان آخره مباراة الدخلية يوم الثلاثة اللي فات الفريق برضو يعني مستعد بشكل قوي يمكن عشان دي تاني مرة يسعدوا ليه الدوري الممتاز بشكل رسمي يمكن أول مرة كانت في 2014 دي تاني مرة في 2022 وأول مباراة بالنسبة لهم الموسم ده هيكون أمام فريق النادي الأهلي يمكن استعدوا بشكل قوي وبنسبة كبيرة الفريق كله وجميع اللاعبين المتواجدين بدون وجود أي إصابة أو أي غيابات كمان يعني استكمالا لجميع يعني أخبارنا والأجواء الموجودة النهاردة خليني أقول لك يا أحمد إنه الدوري السنة دي بتلعب بإنظام جديد شوية يمكن النظام دايما متعودين عليه كل سنة ولكن الاتحاد المصري للكرة طيرة قرر أنه الفريق المرتبط 15 سنة من كل فريق يساهم كمان في تأهيل الفريق الأول يعني في جميع الأدوار القادمة إنه النقاط اللي بيحصل عليها فريق المرتبط تضاف على نقاط الفريق الأول وده يضمن الصعود والوصول الفريق الأول يعني ليه جميع الأدوار القادمة يمكن المرتبط هيساهم بس في الدور التميدي وهو دور الحالي وكمان الدور اللي بعد الدور التميدي وهو الدور التاني ألف دي كانت كل الأخبار والأجواء يعني زميلي أحمد طبعا من داخل تغطية وافية سهلا بشكرك شكرا جزيلا زميلي العزيزة سهلا حامد من داخل صلط النادي الأهلي كل التوفيل أهلي بمنحضر قعدة والسنادي يمكن كمان المسم ده طبعا إحنا حطينينا على بطولات كرة القدم بشكل كبير لكن خلينا وإنه يمكن السنادي بالذات طبعا كل سنة وده الطبيعي بالنسبة لكل الرياضات لكن السنة دي بالذات احنا منتظرين من كل الألعاب الجماعية سهلا فولي هاند بول طبعا بالتأكيد في المقدمة دايما مع شوقت جميل أهلي الأولى بإذن الله التتويق بكل البطولات كل فرقة استعدت بشكل كويس جدا فرقة النادي الأهلي يعني في الألعاب المختلفة وإن شاء الله بإذن الله يكون بداية وفقة لنجوم وابطالة فرقة الحقيقة محترمة جدا وفيها أسماء كبيرة جدا وفيها اتنين محترفين واحد من كوبا يواندر جارسيا والتاني الإيطالي طبعا لويجي رانزاو ودول هيكونوا طبعا إضافة مع أحمد عزب اللي جاي من بيترو جات فالحقيقة الفرقة دعامت بلعيبين متمايزين جدا طيب أخبار الأهلي إيه؟ الأهلي النهاردة تمرر رجع يتمرر مرة تانية وافترض إن شاء الله مع الأجندة الدولية هيكون في راحة سلبية قرر ميستر كولر أنه هيديها للعيبة لمدة يمكن خمس أيام لكن النهاردة كان فيه تمارينة في ملعب التيتش ابتدت الصبح واتكلم فيها كان فيه محاضرة طبعا نتكلم فيها مستر كولر على كل النواحي الفنية والخططية اللي عايز يستغل فترة التوقف رجل مبسوط آه راضي آه واعتقدش إن فيه مدير فني يبتدي الموسم أول موسم ليه يطلع كده الستارت أب بتاعته مع فريق جديد بالمستوى وبالأداء وبالنتاج العمله ما يكونش راضي لكن هو راجل لسه هو راجل شخصيا اعترفه يمكن صرح في أكتر مؤتمر صحفي أنا لسه الكورة اللي عايزة لعبها مع الأهلي ما ظهرتش رغم التقلق والإيجادة خد بالك أنت عندك يعني حالة توهج لعدد كبير جدا من بداية اللاعبين من بداية الموسم يعني تقدر تقول إنه حمدي فتحي قدم مستويات مبهرة أليو ديانج أكرم توفيق متولي الشناوي منعم طاهر برونو سافيو يعني عدد كبير جدا مبتدي الموسم في التوب فور نتمكن إن شاء الله الباقي يدخل معاهم كمان قايفش هياخد أكتر عبدالقادر يركز أكتر شريف وجادي وحسام يبقى المنافسة بينهم أسخم من كده وبالتالي إن شاء الله بإذن الله مع العودة مرة تانية يكون الراجل خاد فرصة اشتغل صحح الحاجات اللي شافها في الفترة الفترة دي بالنسبة أننا كجمهور مبسوطين لكن هو كمدير فني بالتأكيد حطت إيده على نقاط سلبية أو ممكن نقاط ضعف أو نقاط محتاجة تتطور بشكل كبير جدا فيعرف يستغل فترة التوقف بأفضل شكل ممكن كابتن سيد عبدالحفيس كمان قال إنه عناصر الفريق اللي هم اللاعبين الدوليين حصلوا على راحة سلبية من التدريبات بعد انتهاء طبعا مجرأة أخيرة في الدوري مطش الداخلية وقال إنه الجهاز الفني قرر أن يمنح أناصر الفريق الدولية راحة لغاية موعد انضمام المعسكر المنتخب ويرجع مرة تانية ينتظم فيه التدريبات بعد انتهاء المعسكر وزي ما قلت لكم عموما الجهاز الفني قرر أن يمنح كل اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجمعية لمدة خمس سيام خلال فترة التوقف الدوري وخلال الفترة دي هيبدأ الفريق تحديدا من يوم 9 إلى يوم 13 فترة الرحة بتاعته والأهلي خلال الأيام اللي جاية تحديدا يوم الاثنين منتظر إن شاء الله أن الفريق يلعب مباراة والدية حسب البرنامج اللي حطت وقبل كده طبعا ميستر كولر ولسه فيه أكتر يعني لغاية اللحظة دي ما تحددش من الفريق اللي هيلعب معه النادي الأهلي فيه أكتر من جهة بيتفاوض مع النادي الأهلي عشان يلعب مباراة والدية إن شاء الله هيكون يوم الاثنين الشاحات الشاحات كان كلام كتير قوي على الشاحات من قبل الموسم وكلام كتير قوي على الشاحات في مطش السوبر لكن الحمد لله الشاحات انتظم في التدريبات مرة تانية على فكرة الشاحات من أكتر اللعيبة اللي بتتعرض لحالة هجوم على السوشال ميديا هو يمكن بمناسبة بيرسيتاو هو بيرسيتاو الاثنين ما شاركوش بشكل كبير تقلق كريم فوقت في الحتة دي خلى الناس تشتغل على فكرة إنه الشاحات أول الرحلين يا جماعة الشاحات الشاحات لعيب كبير جدا والأهلي محتاج لكل يعني الفرقة اللي بتنافس على كل البطولات دي دي محتاجها سكواد أكتر من 30 لعيب فطبعا كريم واحد من الناس اللي يعني لامعت قوي 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 وأثبت الكلام اللي أنا قلته وقلت لكم أنا راهن على كريم ده إنه مستقبل ولجل حقيقة كمان راهن عليه بشكل أكتر من رائع وكريم ما أصرش قدم مستوى أكتر من رائع وقرار خطئ من فرحك حرمه من أنه يكون هداف الدولة لكن في نهاية الأحوال الأهلي محتاج كل سكواد بتاعته بلو بالعكس كمان بشوف أنه الأهلي رغم حالة التقلق والتواهج مع كولر محتاج كمان صفقات تانية تتم فيه وتدائمات تانية تتم فيه الفترة اللي جاية الشاحات اتمرن مع الفريق خضع الفحص طبي قبل انطلاق الميران عشان يعني يتطمنوا على حالته وبعد الفحص ده شارك الشاحات بشكل كامل وطبيعي جدا في تدريبات النهاردة طب نروح لصلاح صلاح الشهر ده يعني طبعا في دولي الأبطال صراح عامل يعني مشور رائع جدا هدف البطولة بيسجل تقريبا في كل المطشاط الصعبة الشهر ده النجم المصري محمد صلاح خد جايزة افضل هدف مع ليفر بول خلال شهر اكتوبر في منافسات البريمير ليج مش في منافسات الشامبيونز ليج لكن في منافسات البريمير ليج وعلى الحساب الرسمي لليفر بول يعني زاعوا كده او نشروا الهدف بتاع محمد صلاح وقالوا عليه انه الملك المصري هو صاحب لقب افضل هدف فالهدف طبعا يسجلوا لو تفتكروا في منشستر سيتي المباراة اللي فاز بيها ليفر بول وتوقعنا وتمنينا رغم انه فاز على السيتي يعني والسيتي الفريق اللي واحد بيشجعه في الدولة الانجليزية لكن ما دام لابو صلاح ما فيش مشكلة والهدف اللي سجله ابو صلاح في مرمى منشستر سيتي كان الهدف اللي توج بلقب الافضل على مستوى فريق ليفر بول في شهر اكتوبر ده بالمناسبة الهدف رقمية اللي بيسجله محمد صلاح برجله الشمال وكل التوفيق لصلاح اتمنى ان شاء الله بإذن الله انه يبقى ليهم حظ في المنافسة على لقب التشامبينز ليج وعندهم فرصة كبيرة الحقيقة يعني مركزين بشكل كبير قوي وخصوصا طبعا بعد يعني بعد ما بعدوا عن المنافسة في البريمير ليج طيب زي النهاردة افكركم زي النهاردة بس السنة اللي فاتت الخمسية اللي حقق على النادي الاهلي على حساب نادي الزمالك واحدة من الماتشاط اللي ما تتنسيش طبعا بقيادة بيتسو موسماني الاهلي سجل فيها خمس اهداف ولا اروع كانوا الحقيقة كافلين بتسجيل خمسية تاريخية طبعا في مرمى الغليم التقليدي نادي الزمالك ده كان زي النهاردة فحبنا نمسي عليكم في السادسة ومفكركم بواحدة من احلى الماتشاط اللي لعبها الاهلي في الموسم الاخير نتكلم على شريف على علي معلول على أليو ديانج نتكلم على رابونا طبعا السلية اللي ما تتنسيش واحد من احلى الماتشاط واللي بشوف ان بيتسو موسماني الحقيقة كان سبب ان احنا اهضرنا فوص تاريخي يتجاوز الستة حتى اللي حققناهم قبل كده في المباراة دي دي رابونة عمرو السلية طبعا واحد من اجمل الاهداف لسجلهم الاهلي الموسم اللي فات واحد من اصعب الاهداف لسجلها محمد شريف نفسه في مرمى ابو جبل اللي كان طبعا بيحرص مرمى الزمالك دربة روكنية متفق عليها وتزديده ولا اروع طبعا من ديانج نفتكر اجوال حلوة قوي ملعوبة قوي ماتش كان اكتر من رائع الحقيقة كان زي النهاردة علي معلول طبعا دي راكلة الجزائي الهدف الخامس اللي حسب بيه الاهلي نتيجة المباراة لسالح وفاصل ونرجع لحضراتكم معنا قائمة لطيفة جدا نقرأ بيها طبعا قائمة ترانسفير ماركت واحد من اكتر المواقع الموصوب فيها فيما يتعلق بالقيمة السوقية للعبين والقيمة السوقية ملهاش علاقة بالقيمة التعقدية يعني انت ممكن تتعقد مع لعب ب300 مليون بس ده ملوش علاقة بالقيمة السوقية الحقيقية او الفعلية المرتبطة بقى يعني المعدل السن بتاعه ده مؤدئي كم سنة في الملاعب تقدر تستثمر فيه حاجة اقرب منها للبيزنس منها للكورة شوية بالتالي قيمة السوقية تحدد على معدلات الاداء نسبة الفعلية سواء بالتسجيل او الاسست قدرات البدنية حاجات كتيرة كده تقدر من خلالها تحسب بها حسبة تحدد القيمة السوقية للعبين الجديد في الموضوع انه القيمة خلييني بس قبل ما اقول الجديد خلييني اقول لكم القيمة دي مبدئيا اول عشرين اسم فيها مفهومش نجوم كبار جد بحجم كريستان رونالدو بحجم ليوميسي بحجم روبرت ليباندفسكي دي القيمة اللي شهدت تغير او مستجد لا اول مرة وهو انه ايرلينج هولند طبعا النجم النرويجي ومن قبله سالسبرج النمساوي تصدر القيمة وتخطى كيليان امبابي في القيمة السوقية ووصل قيمته السوقية لمية وسبعين مليون يورو في حين تراجع كيليان امبابي نجم البي اي اي جي ونجم المتخف فرنسا طبعا في المركز التاني برصيد مية وستين مليون يورو في المركز التالت نجم البرازيل والريال فينيسي جونيور بعد كده في الفوضن الصعد الواعد في السيتي بادري في برشلونة طبعا في المركز الخامس عندنا بعد كده جود بيلينجهام جوهارت بروسيا دورتموند واللي هيكون عليه خناءة كبيرة جدا الموسم اللي جاي واحتمال مين عارف المركاتو الشتوي بوكايوساكا هاري كين فيلاهوفيتش طبعا نجم اليوفانتس جمال موسيالة طبعا نجم باير ميونيخ وتستمر القائمة وصلاح الحقيقة بيتراجع للمركز اعتقد صلاح في المركز الاربعتاشر نجم المصري طبعا صلاح في المركز قال لا صلاح في المركز الاربعتاشر بقيمة سوقية تراجع طبعا صلاح او تراجع تقيمة السوقية وده يمكن مرتبط شوية بارقام ومستعاية اداء ليفر بول الموسم ده لثمانين مليون يورو بس ان النهاردة وبمناسبة الكلام على انه هولند يعني متصدر القائمة هنروح لنديق اللي شهد تقلق الأسطورة النيرويجية بواحد من اهم الاسماء النهاردة في عالم كورت القدم بواحد من اهم من نجوم الدولة الانجليزية مش هبلغ لو قلت واحد من اهم وافضل مهاجمي العالم البداية كانت في ساليسبورج وهيكون معايا كابتن محمد سحلي وهو مكتشف هولند في بداياته طبعا اثناء لعبه في فريق ريد بول ساليسبورج وكان في التوقيت ده كابتن محمد سحلي هو مدرب الفريق كابتن محمد طبعا بداية اهلا بك على شاشة الاهلي وشكرا على مشاركتك معنا في السادسة محمد بك يا احمد ومحمد بكل المتفرجين اللي يتبعوا فينا الان يعني بداية هارد لك يعني خروج ساليسبورج من بطولة دوري الابطال بعد خسارته معاميلا ازاي شفت مستوى ساليسبورج وهل النتيجة دي من وجهة نظرك منطقية ولا كان من الممكن انه ساليسبورجي حقق نتيجة افضل منها كان كل الظروف كانت مواتي انه ساليسبورج يتعدى لكن كان من الاول واضح انه جال في مجموعة صعبة فيها تشيلسي أسيميلاند ودينامو زاجرب لكن على ستة مقابلات في خمسة مقابلات فريق اربي ساليسبورج قدم اداء ممتاز بصراحة معناها التعادل واحد واحد في لندن ضد تشيلسي التعادل واحد واحد ضد الأسيميلاند في ساليسبورج والانتصار على دينامو زاجرب وكان الاداء معناه يخلينا كما نقوله نستناه نتيجة ايجابية خطر التعادل كانيك في انوى نادي ساليسبورج معناه يتعدى الدور القادم لكن كان المنافس أسيميلاند كان حاضر أحسن وأقوى وكما نقوله السجل أهدافي في أوقات حساسة بالرغم كنشوفوا مجريات المقابلة كانت المقابلة متكافأة نوعا ما كان في وقت من ساليسبورج طلع عمل هاي بريسينج يضغط خلاق فرص لكن نتصور حكم العامل السنة ليوم الأربعاء ثاني أصغر معدل عمار بعد أرسونال سنة 2009 يكون فريق ريت بول ساليسبورج في النهاية كابتن محمد هي تجربة محترمة جدا يعني وساليسبورج نجح الحقيقة أنه يفرض نفسه على الساحة الكروهية في أوروبا في السنوات الأخيرة فريق بيقدم كرة مميزة عندهم قدرة الحقيقة على اكتشاف أسماء ومواهب بتتعلق بعد كده مع عدبر لعندها في أوروبا لكن بعض وجهات النظر ممكن تقولك يمكن تكون الفرصة في اليوروبا ليج في المنافسة يعني ممكن تبقى أفضل ورغم أنه حقيقة نسخة السنة دي من اليوروبا ليج فيها يعني كتير من عتاولة أوروبا بنكلم على مشاركة يونيتد بنكلم على أرسنال بنكلم على يوفانتوس بنكلم على برشلونة كل دول هيلعبوا في اليوروبا ليج فإزاي هتشوف المشوار وإزاي ممكن تقرأ قدرة ساليسبورج على المنافسة في اليوروبا ليج كما قلت أخي أحمد أنت معناها أنت والمنافس القادم خاطر فما منافسين من العيار الثقيل في الأوروبا ليج هذه السنة ما غير لا ننسى أنه قبل أربع سنوات نادي إربيس سالسبورج وصلت دور النصف النهائي ونعزم ذات أولمبيك مرسيل معناها النادي متعود كما قلوا يمشي البعيد في المناسبة القرية الكبيرة هذه نتمنى وإن شاء الله يكون الفريق حاضر ذات أي منافسة عندي ثقة فيهم خاطر أغلبية اللاعبين اللي يلعبوا حاليا في ريتفول سالسبورج دربتهم مثل نيكلة سايفال لعب وسط الميدان والنجم الجديد اللي قادم في الكورة النمساوية كما كذلك المهاجم جونير آدم معناها عندي ثقة في اللاعبين كما قلت بالرغم عامل السن ونقص الخبرة لكن عندهم رغبة لعبين قويين لعبين سريعين لعبين عندهم انضباط تكتيك كبير برشا يخليهم كما نقولوا ينفسوا بجدية ضد أي فريق حبيب يا كابتن محمد أقف معك مع تجربة سالسبورج شوي لأنه سالسبورج قدر يطرح نفسه أو يفرد نفسه في المواسم الأخيرة ويقدم الكورة النمساوية بشكل إحنا ما اعتدناش عليه أنا أكلمك بمنطقة صراحة يعني دايما النمسا مش من الفرق اللي دايما بتقدم وعندها قدرة أنها تنفس الكبار في أوروبا ورغم كده سالسبورج قدر يفرد نفسه على الساحة وقدر يحقق نتائج مهمة جدا وكبيرة قدام كبار أوروبا إيه سر النقلة دي إزاي حققتوا المستوى دا إزاي وصلتوا للتطور دا على مستوى رادي أربي سالسبورج شوف قبل كل شيء في الريد بول سالسبورج ما كانش عنده كما قولوا الثقافة تشتويجية والسيطرة على الكورة النمساوية كانت الكورة النمساوية فيها الرابيد فيينا ربيد فيينا وأصر فيينا ومن بعدهم يجي أسكا شتورنغرات إلى حد 2006 كان النادي اسمه أوستريا سالسبورج وكان كما قولوا تخل في أزمة مالية ومش يندثر الفريق بحكم أنه المشروب بداية متاع أربي سيد ديدي ماتاشيتس هو من أصلي المدينة سالسبورج اشترى النادي ومن يوميته كان واضح معناها كانت إنسان عنده استراتيجية واضحة كان عنده هدف أنه يكون ناجح في تسويق المشروب من داعه وفي تسويق الفريق بحكم أنه كما قولوا لكن ده على مستوى البزنس والتخطيط والإدارة لكن على مستوى الكورة والملعب وكافية اختيار الأسماء والنجوم لما يجي نتكلم كورة لا هي تجربة تدرس أنتوا قدمتوا أسماء كثيرة جدا مميزة منهم طبعا وليس آخرهم إيرلينج هولند طبعا كان مكسر الدنيا مع بروسيا دورتموند وحالين طبعا مع منشست سيتي شوف السر ما كانش أولا في اللعبين السر كان في الأول في المدربين عملوا أكاديمية أير بي سالسبورغ وكنا كما قولوا في جيل متع مدربين نذكر لك على سبيل المثال على الحصر شوف ماركو روزا كان يدرب في الأكاديمية معناها في شخصي أنا وماركو روزا مدرب لايبتيك حاليا مدرب بروسيا دورتموند سنة الفارتة روغا شميت مدرب ليزابون آدي هوت مدرب أينتراخ فرانكفورت يوليان ناغلسمان مدرب البايرن حالين نيكو كوفاتش كنا في أكاديمية معنا يختارونا 22 مدرب من جملة ما يقارب 600 مدرب اختارونا 22 مدرب نويت كما قولوا المدربين هما في الأكاديمية معناها بيش نشتغلوا بداية كما نقولوا عن طريق الباز عن القاعدة لنوصل للسومين معناها للهرام بعدها كما نقولوا الشغل بداية كما نقولوا في المدربين في المؤطرين فصار في سالسبورغ معناها الأسامية دية معناها راحت خلينا نلدي مثال على ده كابتر محمد مثلا باسم زي إيرلنج هولند يعني واحد من أهم نجوم كرة القدم في العالم والبداية كات في سالسبورغ إزاي؟ وأعتقد أنك أنت كنت سبب في اكتشاف موهبة إيرلنج هولند إزاي شفتوا ده؟ وإزاي اخترتوا؟ هلو أنتوا بتشوفوا هولند لأول مرة في نادي كنتوا متوقعين أنه اللعب في يوم الأيام يكون واحد من أهم أسماء على مستوى الكرة الأرضية في كرة القدم وإزاي قدرتوا تطوروا من مستوىه ومن ثم طبعا كانت عملية انتقاله لدورتمود ومن بعدها المان سيتي شوف لما تشوف أنت نرجع لك أنا لحظة النادي عنده فلسفة خاصة عنده طريقة لعب خاصة طريقة لعب زرحها فينا وزرحها في المدربين قابل ومن بعد في اللعبين هو رال فرانيك مدرب منشستر يونايتد سابقا كان المدير الرياضي عنده فلسفة كنا نتبع الفلسفة هذه من من الشبان حتى الفريق الأول والفلسفة هذه تعتمد على اللاعبين كما تقولوا اللي عندهم السرعة والفنيات والقوة على ذلك كتشوف أنت أغلبية اللاعبين اللي نشحوا وخرجوا من ريت بول سالسبورد يمكن الينغ هالاندا هو أكثر لاعب صار معروفين لكن ما ننساوش ساديو ماني طبعا قبل ساوثاني مينا مينو أعتقد برضو مينا مينو نبي كايتا نبي كايتا كسافا شلاجا أيرلين ما يقارب معناها الريت بول في الأربع سنوات الفارتة كما نقولوا كونا لعبين ورحوا الأقوى الأندية في البطولات الخامسة الأوروبية ما يقارب 27 لعب لو كنتوا احتفظتوا بيهم لو كنتوا احتفظتوا بيهم يعني كابتب محمد كان زماني كون نارضة بتنفسوا على تشامبيوز ليك صعب صعب المشكل يمكن المشكل من نجموش نستحفظوا بهم خطر بصراحة ضعف البطولة النمساوية معناها تصور نادي سالسبورغ نادي سالسبورغ مسيطر على البطولة النمساوية كاسوا بطولة كل سنة منذ تسعة سنوات واللاعبين يأتيون كما نقولوا في صغار في السنة 18-19 سنة نكونوا يعطيهم الفرصة أنهم يتاقلموا كما نقولوا سنف الأكابر سنة سنتين وبعد اللاعب تبيعته عنده طموحات ويحب يروح طبعا عنده الكبرى معناها بالضبط السر هو في الفلسفة الفلسفة النادي من الشبان حتى للفريق الأول كله على نفس المنوان نرجى لقصة أيرلينج أيرلينج كانت أول مرة لما كنت أنا غادرت في فترة ما نادي سالسبورغ ورحت حصولي شرف أكون أول عربي يكون في الإدارة الفنية المنتخب الأوروبي كنت ندرب في الأندر 19 منتخب النمساوي شاءت الصدفة أنه أول مقابلة مع منتخب النمساوي في دورة رباعية تحت ينظمها الاتحاد الأوروبي كان المقابلة الأولى مع النروي مع النروي الذي كان مع هاللند هاللند يومت نتذكرها إلى حد الساعة تصور كنا منتصرين واحد سفر ستين دقيقة لعب كنا متحكمين في مجرى المقابلة واحد كان ماشي الإحساس أنه ما نسجل الهدف الثاني أيرلينج يدخل دقيقة سبعة وخمسين تقريب وتغير المقابلة مئة وثمانين درجة عدله كان عنده عامل أسيس عدل واحد واحد لكن نحن انتصرنا عليهم ضربة الجزاء ستة خمسة الوحيد الذي أخفق في ضربة الجزاء كان أيرلينج أيرلينج هو لأهدف ضربة الجزاء خلتنا نترشه بعد أربع أيام نحن نلعبنا الفينال ضد دينمارك وانتصرنا أربعة واحد في المقابلة الترتيبية النرويجي ينتصر ستة اثنين ثلاثة أهداف وصنع ثلاثة أسيس بعدها رحت المدرب منتخب قتلوا معناها اللاعب كيف بالإمكانيات هذي ليش ما لعبش كما قلوا من منذ البداية ضدنا قالي لي رغم تفاهمين مع الفريق النرويجي الفريق الأصلاني انه ما يلعبش أكثر من نصف ساعة في المقابلة الأولى يلزم في مقابلتين مئة وعشرين مئة وعشرين دقيقة عشان كما نقول القدرة البتنية قاتل قبلها بثلاثة أيام لعب مقابلة معناها الزادة بمشاركتك معنا كل الشكر لك كابتن محمد ساحلي مدرب السابق لنادي أربي سالسبرج النمساوي واحد من مكتشفين هلند بس طبعا كلام ده كان في البداية وتأكيدا طبعا على كلامه ونجوم كثيرة جدا خرجت من الفريق زي نبي كايتا زي ساديوماني زي مينامينو زي إيلينج هلند كنت بأذر ما أعطاهم بقولوا لو احتفظتوا بالنجوم دي كان ممكن يعني تحققوا ده بطولة الدوري الأبطال لكن طبعا ما ننساش أنه اللجوم دي مرت بحالة انتقال لفرق كبيرة وبالتالي تطور مستوى ساديوماني مع سالسبرجر ساديوماني مع ليفر بول غير ساديوماني مع بايرد نفس الحكاية هلند مع دورتموند غير هلند مع السيتي غير بدايته في سالسبرج لكن في النهاية تبقى مدرسة مدرسة سالسبرج من أهم المدارس اللي تحترم جدا في كيفية اكتشاف المواهب أطمنكم على مواجهة الأهلي وبانها في بداية مشوارنا طبعا في بطولة الدوري الشوط الأول انتهى من سواني بنتيجة 25-18 لصالح النادي الأهلي مباراة إن شاء الله بإذن لاتكم بداية انطلاقة ما فيش شك إنه الأهلي السندي في الطائرة وفي كل رياضات زي ما عودنا دايما إن شاء الله نحو اللقب ونحو البطولة فاصل ومكملين معاكم في السادسة كلام على المنتخب كلام على المرحلة الأولى من الدوري وكلام على اللي جاي طبعا فيما يتعلق بمشوار الأهلي في المنافسة على كل البطولات ما فيش شك إنه تقدر تقول فيه نسبة اختلاف 180 درج يعني بعد حالة عدم رضا في نهاية الموسم اللي فات وبعد حالة خلينا سميها كده بين قصين قلق مش هقول توتر سميها قلق في موسم الانتقالات الصيفية أعتقد إنه الحالة اختلفت تماما بالنسبة لجماهير نادي الأهلي وفي حالة رضا تام على الجهاز الفني وعلى قيادة ميستر كولر في الفترة أو الجزء الأول من الموسم وعلى أداء الفريق بشكل عام واطمئنان الأهم إزاي تحافظ على ده وتستمر وخصوصا في فترة التوقف أعتقد إنها طويلة نسبيا هل ممكن تأثر على كرف وعلى مستوى الأداء إزاي نستغلها أفضل الاستغلال كلام ده طبعا هاتكلم فيه مع واحد من الكبات الكبار ونجم طبعا من نجوم نادي الأهلي كابتن عادل طايمة بشرفنا النهاردة فيه السادسة نرحب به ونمسى عليه نقول له أهلا وسهلا كابتن عادل أهلا كابتن نور الدنيا الحمد لله تماما شفت البداية بتاعت الموسم إزاي شفت الأداء مع مستر كولر إزاي أهم البصمات اللي شافها كابتن عادل طايمة في أداء النادي الأهلي خلال مشواره أو مشاركاته في مختلف بطولات بداية دوري أبطال ثلاث مطشط في الدوري مباراة السوبر إجمالا كده شايف أداء الأهلي إزاي كابتن عادل مع مستر كولر بسم الله الرحمن الرحيم بداية قبل ما أتكلم على كولر أتكلم على الفترة اللي قبل كولر لما كان موسماني في 18 شهر كامل بطولات ست بطولات اتنين برونزية اتنين أفريقيا في 8 شهور سوبر دوري كاس برونزيات كاس عالم سوبر أفريقي وبعدين الوضع الطبيعي اللي بيشتغل في المهنة دي لازم بعارف بعد ما تصعد بتطلع الجبل بعد الجبل فيها تطلع حاجة تانية لا خلاص فأي حد عشان كده في الإعلام كانوا بيصدروا إنه موسماني كان بيدي أجازات عشان كده طب إذا كان انت بتقول إنه هما اللعيبة مجهدة ما يديش أجازات إزاي كان بيدي أجازات بسيال النقطة اللي فيها مصداقية شوية إن أنا الفترة اللي أنا هاخد فيها أجازة اللعيبة اللي ما كانتش بتلعب كنت جاهزة لسه أقول لك لوجهة نظر تقالت برضو إنه رجل كان معتمد على 14-15 وفي أسماء كتيرة جدا ما كانتش بتشارك طبعا في الملعق في المطشوات الرسمية وبالتالي كان مفترض إن الأسماء دي في فترات الروحة تبقى بتجاهز دي جزئية جزئية التانية إنه برضو كان فيه إصرار على بعض اللاعبين وما كانوش بيقادوا في الفترة اللي هي بعد ما تشبع يعني هو حس أن هو تعب هو نفسه تعب جثمانيا وزهنيا هو كمان تعب الضغط هو غالبا برضو يعني لغم إنه قاعد فترة مش قليلة وحقق نجحات كبيرة جدا بس الضغط اللي موجود مع فريق جماهيري يعني مهما كان سانداونز هو عالي نجحات مع سانداونز بس طبعا جمهور بحجم جمهور نادي الأهلي وضغط مستمر ومجرد ما تحقق بطولة يبقى تاني يوم بيطلب منك بطولة تانية هو ما قدرش في الآخر يتكيف غالبا يعني دي رأيتي أنا مع الوضع ده ما بقاش محتمل الكامل كبير جدا من الضغط اللي موجود عليه مع طبعا حاك عارف إنه كان دايما بيتم انتقاده في معظم وسائل إعلام أو البرامج الدين المتخصصة يكسب بطولة بينتقد يكسب بطولة بيتهاجم يكسب بطولة يعني بيكلموا عليه بشكل سلبي بشكل واضح جدا اللي كان بيتكلم عليه بشكل سلبي أولا كان بيهاجم الأحلم بيهاجم مسلماني هو بيدرب في الناد الآلي بس بيدرب في الناد الآلي من خلال مسلماني كان فيه استقرار وفيه بطولات طيب هيتكلم على مجلس الإدارة ولا هيتكلم على مين فين العنصر اللي هو ممكن ينال منه؟ المدير الفني فيفضل يخبط فيه يخبط فيه يبقى أنت بتكسب وهو عمال يخبط وأنا قلت الكلام ده على فكرة هنا أي أكثر من مرة يخبط في المسلماني علشان يزهق وبعدين الناس بيترجموله يوم يمشي الناد الآلي بقى يوقع في الحين تتبقى يجيب مدير فني تاني عموما مجلس الإدارة خد قرار رائع جدا شاف أنه لابد اللعيبة تاخد راحة اللعيبة المجهدة دي تاخد راحة في نفس الوقت أنا الراحة ديت لأن أنا وصلت المرحلة تأكدت فيها بنسبة 100% أنه هناك اتجاه باتحاد الكورة والأجهزة المختلفة أن الدوري يروح في اتجاه تاني فأنا مش أخسر الاثنين مش معقول أبداً هخسر النتائج غصبة عني ستقصدون الدوري يروح بفعل فعل هل فعل دي فيها شك؟ هل دي فيها شك؟ برضو بوضح بس للأراضي نحن أقول طبعاً عندي فيها شك دي سنتين أخطاء والقناة جابت الأهداف المفروض أنت حسبتها والحالات التارد والجوال اللي أنت جبتها وما تحسبتش كل دي يعني يعني دي حاجات يعني ربنا عارفوه بالعقل يعني فطبعاً القرار اللي اتاخد أنا مش خلاص بقى مش أخسر الاثنين يبقى أنا عرفت أن الدوري فيه اتجاه معين رايح هنا فأنا بقف وبلدي لعبتي راحة وابدأ موسم بشكل جيد وقع الاختيار على كولر الحقيقة كان لا قبل كولر أنا عايزة أسأل حاجة سؤال ده في ظني يعني أو في تقديري أنه دي قناعة جزء كبير مش هقول أغلبية بس جزء كبير من جميعنا دي الأهل الناس فترة مسيماني فترة سوارس ما أعتقدش أنه حد يحسب عليها يعني راجل ما تقدرش تحسب عليها لكن فترة مسيماني عشان أروح لكولر وأقول إيه المنتظر منه من وجهة نظرك ناس كتيرة جداً كتراضية قوي على النتائج اللي بيحققها مسيماني والألقاب اللي بيحققها مسيماني لكن في أوقات كتيرة جداً كان بتبقى غضبانة من مستوى الكرة اللي بيقدمها النادي الأهلي أنت بتتفق مع ذلك بدايةً ولا مختلف مع وجهة النظر دي؟ أولاً وجهة النظر دي مسياسة علشان يهدوا النادي الأهلي أنت لعبت أحلى كورة أنت في كاس عالم الأندية أنت بتكسب بطل المكسيك وبتكسب بطل أسيا نادي الهلال اللي كان جايبت لعيبة 27 مليون أنت إيه الماتش ده نسينة؟ الجمهور الآلي والمراس 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 لا 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 كان في حاجات طبعاً كان في حاجات في حاجات في التحكيم أنا ممكن يعني باللغة الكورة ولغة الشارع ممكن إيه أحزم المباراة فإيه حاجات كده فاولات ما أحسبهاش في أماكن خطرة وأحسب عليك فاولات بدون منهاش لأي لازمة ومش فاولات في أماكن خطيرة عليك ده شغل بقى ناس محترفة فاهم إزاي؟ إنما أحلى كورة كان بيعمل كورة عالية جداً للي هو أصلاً عارف اللي بيجرى على الساحة تمام الرجل كان بلعب كورة جميلة جداً يأخذ من أول ماتش أنت رح تلعبت الوداد في الوداد مظبوط ورجعت بعدين الترجي في الترجي والترجي هنا لا الوداد وبعدين الزمالك يأخذ زمالك خمسة إذا مالك نهائي أفريقي ونهائي تسعة بتاع القاضية طب وخمسة ثلاثة وخمسة ثلاثة طب ليقول لك خمسة ثلاثة يقول لك إزاي يجي فيك ثلاثة ألا أنت عرف إن كان فيه حتواء أو إزاي ما كملتش أكتر من خمسة كان السؤال بتاع الهواء شفت بقى الشيطان بيع عبس فين فطبعاً الراجل كان بيلعب كورة حلوة جداً كورة النادي الأهلي كان بيلعب أكثر من طريقة عنده مرونة في الأداة كان بيعامل لعبة كويس جداً كان بيعرف يا من المنافسين كويس أول كابتن عاد نحبت الحاجات اللي كابتن عاد نحن كنا أقول عشان بس ما ننساش إحنا قلنا الاختيار كان رائع من قبل الكابتن محمود الخطيب ومن نجلة التخطيط وطبعاً الكابتن محمود لرؤية إن أنا أجيبه واحد من أفريقيا عارف الفرق الأفريقية وليع ضدها وهو أصلاً واخد بطولة أفريقيا قبل كده فعنده الإحساس وعنده كل حاجة فالاختيار كلنا والكلام ده متسجل في القناة الأهلي إنه الراجل ده كان أحسر اختيار وفعلاً ثبت إنه 18 شهر البطولات دي كلها قعدت السبع سنين تاخدش أفريقيا تاخد اتنين أفريقيا في 8 شهور وبعدين اتنين برونزية واثنين سوبر أفريقي واثنين سوبر أفريقي وبعدين بتقسب الزمالك في كل ما تخسرتش من الزمالك خالص ولا من أي منافس فانت نحن آخر سبع مطشات مع الزمالك مخسر نجر مطش واحد والأزوم المطش ده كان تحصيل حق مطش كاس مطش كاس أو حاجة فالمهم إنك أنت تلعب أحلى كورة وأحلى نتائج أنا قلت الكلام ده وقلت الأكثر من زميل الراجل ده بيتخبط فيه علشان ينالوا من استقرار النادل إذا كانوا نجحوا من خلال ضغط الإعلام القوي جدا ومن خلال لجنة الحكام نجحوا في الموضوع ده ومن خلال أعضاء مجلس إدارة والكلام ده شراية متسجلة بتقول إيه اللي كان بيحصل لعيب يتزور عقده لعيب يحصل فيه جزا لعيب يحصل فيه كذا فلان الفلاني ما يتسجلش فلان نادي الفلاني عليه غرامات وعليه مفروض ما يخشش أنت بتدخله نتيجة حاجات مش مزبوطة طيب ملناش دعوة بكل الكلام ده لكن الراجل لازم نديله لازم نديله حقه مية المية ومن ظلمش لأن احنا متعودناش في النادل الآية لأن احنا نظلم متفق معاك في ده مليون في المية بس مع بداية كولر كانت المقدمات اللي ستتكلم عليها دي والنتائج الموسم الأخير كانت عاملة حالة قلق في الشرع الأهلاوي وكانت الناس مستنية تدعمات وناس تقول لك لا ده الفريق حتى الفترة دي ما قبل بداية الموسم كان في حالات يعني تنشانة شوية من الجمهور ولكن الإدارة ما عملتش موسم انتقالات قوي ما دعمتش الفريق وبالتالي احنا الموسم الجاي الدنيا مش واضحة لغاية لما جي كولر وبدأنا الموسم والرجل بدأ بداية ولا أروع الحقيقة في أفريقيا الرجل جاي من نمسا جاي من أوروبا عموما يعرفش أي حاجة في أفريقيا جاي داخل دوري أبطال بيلعب يعني وصيف الدوري التونسي برا مصر قدم مباراة رائعة باني أنه صاحب فكري هجومي رجع هنا كسب كمل في الدوري قدم عروض قوية جدا ولعب مطشط قوية كسب سوبر هل شايف أنه انت شخصيا قدرت تكون فكرة عن كولر راضي عن الكورة اللي أقدمها لأهلي معاه إيه الإيجابيات أو إيه البصمات اللي انت يعني النقلة اللي انت شفتها من مدير فني عنده سيفي محترم جدا جاي الأول مرة بشتغل في مصر وفي أفريقيا شوف أحيانا نقول لك إيه جمهور من أهلي كان الآن طب يعني لأنا عايزة فهمه الحكم ده جمين ما احنا بنقابل الناس في الشارع وإحنا عندنا عائلاتنا كلها أهلوية كانش فيه أي قلق لأن هم شايفين المنظر شايفين اللي بيحصل واللي بيحصل في الإعلام عنده هناك سبع تمن قنوات ليل نهار عمالة تنال منك وعمالة تنال من مجلس إدارة وتنال من جمهور النادي الأهلي لكن الحاجات اللي موجودة على المواقع اللي هي طبعا مجندة علشان تخبط في اللعيبة تخبط في المدير الفني والنادي وانت رسا بتأيد لعيبة يقول لك ده النادي هيمشي سبعة تمانية ده موسماني هيمشي مش عارف كم انت عرفت منين هو يمشي عرفت منين يعني انت إذا كان الأقرب الأقربين للنادي مش عارفين إذا كان هيمشي ولا هقعد كلر لما جه من أول يوم أنا برضو قلت هذا الكلام الراجل قلت معك أن الراجل جي من المطار على الملعب ما روحش ما رحش الفندق عنده عدد معين من الساعات أول ماتش في الدوري بعد شهر أنا باخد أربعة أيام في الشهر أجازة فأنا عندي خمسة وعشرين يوم الخمسة وعشرين يوم دول لو أنا هتمرن أربع ساعات في اليوم يبقى أنا إضرابهم هتبصت بتمرن عدد مئة ساعة عدد المئة ساعة دول عبارة عن إيه أنا بدي بدني ونفسي وتكتيكي وإعلاج يعني وقت أولال جدا ومع ذلك كرم ربنا علينا وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى ثم الناس اللي بتشتغل في صمت واللي بتشتغل وتكتهد علشان حبها للنادي الآلي ابتدى الراجل هو بقى الأحيانا بيرفض الصفقات لأنه عايزة شوف بعينيه طبعا اتقدم له شرايط وملفات شاف اللعب لكن بحكم الراجل ده إخلاصه وصدقه مع نفسه ومع الناس ما بيحكمش على أي لاعب وعلى أي حد إلا لما يشوفه في التمرين ما اكتفاش بكده قال لا ده أنا كمان مش هشوفه التمرينه بس هبتدى أشوفه في الماتشات لأنه حين في التمرين بلاقيه يعني بيقدي عالي جدا وبعدين أبتدي به في الماتشات أبص ألاقي هناك الأداء مش مزبوط ابتدى الراجل يعمل شغل على أعلى مستوى بدني ونفسي وابتدى يجهز اللعيب اللي كان راجع من أجازة ومشتاقة للكورة بيعملهم معاملة فوق الرائعة الناس كلها اللعيبة كلها لو تحس بيقضي اليوم الكامل بيجي الصبح الساعة سبعة ويمشي الساعة تمانية بالليل ومع ذلك تحس أن اللعيبة فيه نوع من الضغط كان عليهم راح الضغط ده تبص تلاقي أنت كمدرب بتشعر من اللاعب من ما تبص في عناه تبص تلاقي مش قلقان فرحان أول ظهور للأهلي كلهم يهزروا مع بعض أول ظهور للأهلي تحت قيادة كولر في حاجات فجأتك اختياراته الأسماء السكواد اللي كوينه راهن عليه في المطش الأوانات تحت الحد من السيلي بره مصر ولعيبة بتلعب جنب بعض الأول مرة ولعيبة يمكن بترجع أو بتظهر لأول مرة هل شفت أنت شفت فيه مفاجأة أو أنه راجل عمل حاجة أنت مكنش متوقحة لا هو بنا على القبل كده لكن إنتدى يدي لنفسه الرأي اللي هيغامر به مثال محمود متولي جاب محمود متولي سنتين ما بلعبش وكانت القرارات الناس كلها بتقول للراجل ده يعارى الأنبي ونجيب بداله ومش عارف إيه الراجل ده رح حطه اشتغل عليه عارف إن ده مقوماته إذن هو بيكتشف في اللاعب إمكانياته واحدة واحدة كده هتبصت زي كريم فؤاد إحنا بقنا سنتين بنقول كريم فؤاد بقنا سنتين بنقول أكرم توفيق أكرم توفيق لو لعب باكريت هيبقى أحسن باكريت في مصر وقد كان كريم فؤاد لو لعب في الحتة دي الجبهة دي في الناد الأعلي هتبقى جبهة قوية جدا هجوميا ودفاعيا إحنا شفناه في الماتش الدخلية بينزل وراء إكرامي وبعدين بدوسة لقيه في عمق السيكسيار ده بيجيب أهداف الكلام ده الرجل ده عنده البدن بتاعه عالي جدا كرته عالية جدا مخلص جدا يحب النادي الأعلي جدا بيتشبس في الفرصة اللي هيخده وإيس على كده بقى فيه لعيبة ما كانتش بتأدي الأداء بتاعها اللي هو كان منتظم حاسس أنه تطور مع كولر أما ليه أبصت لقي طهر محمد طهر طهر في خليني آه خليني بس أنه بداية النشوط الثاني لأهلي وبانها خلص لصالح النادي لأهلي بنتيجة 25 سبعة تقلق نجوم الطايرة طبعا في صالة النادي لأهلي وبكده يبقى نتيجة المباراة 2-0 شوطين لصالح الأهلي صفر لصالح بنها كل التوفيق كده ينقصنا شوط شوط اللي جاي بإذن الله الأهلي بيحسم أولى مبارياته في الدوري لطايرة رجال فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع ضيفنا ونجمينا النهاردة كابتن عادل تايم اتفقنا قبل الفاصل ويمكن كابتن عادل وضح أهم بصمات كولر وكان بيتكلم على فكرة تطور أداء بعض اللاعبين ظهروا بشكل كويس جدا مع كولر كان الكلام في البداية أو أول اسم اختاره كابتن عادل كان طهر محمد طهر الحقيقة قدم واحدة من أفضل مواسمه وانطلاقة موسم قوية جدا مع الأهل السنة ليه طهر فيها حابب تكمل حاجة على طهر أو تريد حاجة على طهر لأن هفكر الجمهور بتاعنا العظيم طهر محمد طهر لو احنا نرجع بالذاكرة هو سريع قوي بيلتحم بقوة بيجيد التزديد برجل الاتنين كيف بيزاك كثيرة جدا كان نقصه عنصر مهم جدا مرونة ورشاق الرجل ببساطة رح يشتغل عليه الجل اللي هو جابه اللي عمله الجل الثاني في ماتش الزمالك ماتش السوبر عمل إيه عمل أنه رايح يمين وراح رايح شمالك دي مرونة ورشاق خلى الراجل أحسن بيقوله أحسن لعيب في ناصر أحسن لعيب في الزمالك ماشي أو تاني أحسن لعيب في الزمالك يعني ماشي اللعيب جيد هو لعيب جيد طبعا عيب جيد وإخلاقه كمان جيد بالعكس دي تحسب لطهر أما ليه يعني لما ترقص لعيب تقيل في المرحب يعني إمام عشور برضو أنا بحيي جدا من خلال حضرتك أنه كان مع محمد عبد المنع في المستشفى وحاجة جميلة جدا وديه الروح اللي إحنا محتاجين دي العقلية اللي إحنا محتاجين فهو طهر عمل إيه عملية المرونة دي ما كانتش موجودة عنده محتاجة ده عنصر ممكن أنا أناميه بالتدريب عشان كده بنقول لليوم الكامل واليوم وكمان إلى جانب اليوم الكامل بصلح الأخطاء يوميا وبعدين بنمي القدرات كل واحد نقص عنصر من العناصر واحد نقص عنصر القوة يعني صافيو محتاج قوة ومحتاج بدني أكتر من كده محتاج قوة أكتر من كده التحام أكتر من كده هو الكرة والفنيات عنده والرشاقة عنده والرشاقة هاي لجل شفنا الجول خد الراجل فين ورح رايح فين ورح ركينا فين توقع نفسها كابتن عادي نتوقع أن الكرة هنا ممكن تبقى قصيرة فيضغط وياخد الكرة ويروح الأجانب أنه هو حتة المرونة أنه أنا بياخد الراجل وبعدين بياخده عكس وسطه دي اسمها مرونة ورشاقة الأجانب طبعا مهارة نقصه عنصر قوة أكتر هيشتغل عليه وياخد البدنية محتاجة شغل من مدرب الأحمال ومحتاجة النص التحتاني ياخد شغل قوي والنص الفؤاني برضو ياخد شغل في الجيم بحيث أن التحمات والكرة لما يبقى عايزين نستردها لما يخش ياخدها يبقى هيخدها إيس على كده عناصر كتيرة موجودة كريم فؤاد كريم فؤاد الراجل قبل ما يلعبه ماتش الداخلية قال إيه؟ يعني حتى بعد ماتش السوبر تعرف أن ماتش السوبر ده أول جول يسجله كريم فؤاد في حياته؟ أنت عارف أن الراجل قبل ماتش السوبر قال إيه؟ قال كريم فؤاد للأسف أنا لما جيت أعمل فترة أعداد ما كانش موجود معي كان في المنتخب إنما أنا شايف أن الولد ده أو اللاعب ده هيبقى ليه مستقبل رائع في النادي الأهل لعبه ماتش الزمالك أحد الزملاء من نادي المنافس بيقول أنه لعب آخر دقيقتين يا آخر دقيقتين راجل لعب حوالي 12 دقيقة أو 13 دقيقة لعب ربع ساعة هو نزل في دقيقة 80 والماتش خلص 95 فلعب حوالي يمكن ربع ساعة وربع ساعة للعبها كان مدوخ الناس بتتكلمين عن فعالية؟ يعني فيه لعيبة ممكن تشارك 90 دقيقة وبعدين حاجة أحمد فيه حاجة تانية يا أحمد الراجل نزله علشان عنده رأي شافر المدرب الزمالك عمل إيه؟ راح رامش كبالة وزيزو ومصطفى شلبي في الكابهة دي الثلاث لعيبة مهارين في الحتة دي طب أنا علشان أوقف في الحتة دي أعمل إيه؟ أنزل واحد عنده القدرة الدفاعية عالية جدا والهجومية كمان فرح أولا ما فيه شلاشة كبالة هيرجع مع كريم ولا مصطفى شلبي هيرجع ولا زيزو هيرجع مع كريم إذا لما بيهاجم كان فين؟ كان جوه السكس يرضى كان فيه حد معه؟ لا لأنه هو راجل دي رسل حتة دي كباس والجوني اللي جابه بمناسبة الداخلية هو جاب تلاتة واحد صحيح ما تحسبش ووجة نظر يعني عبر وجة نظر يعني وعمل أسستين الأسست الأولاني للشريف والأسست الثاني للشوطة اللي هو شطها وصدها الجول وكملها حمدي فتح الأسست الأولاني اللي عمله للشريف هو بالكربون نفس الأسست اللي عمله للشادي في ماتش الإسماعيل فواضح جدا أن الرجل في الحتة دي مؤمن جدا بقدرات الكريم الكرة دي في لغتنا تقريبا كرة ميتة لأن الرجل رجل في رجل وكتف في كتف فأنت إصرار أن أنت تأخذ المبادئة وبعدين مخل الكرة على رجلك اللي مين بعيد عن المدافع المنافس اللي عمال يخبط فيك ويشد فيك ويضرب فيك فأنت الكرة بعيد وبعدين إصرار أن أنا هوصل للخط وأنا بوصل للخط تبطر في عيني شايف زميلي وبعدين الحاجة دي ما هي الصدفة يعني لما شاد في ماتش الإسماعيل يروح واخد خطوتين لورا وتتلعب له يحطها طب وشريف برضو شريف كان ساعات بيبقى واقف بتحركش الكرة تلعبت له جات وراه ما مش مشكلة لأ برضو نفس القصة يبقى هناك بصمة لمدير فني بيقول له لما زميليك يوصل في الحتة دي ابعد عن المنافس عشان تجيبها جول ده تقفه وراه ولا تقفه جنبه بس طيب قبل ما يعني أقفل الحتة دي همني أعرف لأنه برضو إحنا بدأنا برضو الموسم اللي فات بداية والأروع كبتن عادل يعني أنا فاكر بداية كتتسماعيلي برضو أربعة والزمالك خمسة وبرمتز ثلاثة وسبوح أربعة وكورات وأداء وكورة زي ما أنت تحب ونتيجة الأسباب كتيرة يعني مش هم فيش وقت نحن أخذ فيها الكيرف تراجع في الموسم بقنا بنعاني في مطشات معينة بقيتش قدراتنا على التسجيل عالية لعيبة كتيرة غابت أجهادت أصيبت فعنينا فترة الأهل ابتدى السنة دي نفس القصة بداية ولا أروع لكن أنا عندي فترة توقف طويلة إزاي أضمن أن الكيرف ما يتراجعش إزاي أضمن أنه لما أرجع بعد فترة توقف طويلة دي نفس المستوى نفس الأداء نفس الشغل يكمل مع الأهل في الفترة جاية على الأقل للغاية لابن وصل لموسم انتقالات شتوية الرجل قاعد مع كابتن محمود وقال له كل حاجة وبالتالي لازم أنت تقلقين حاجة تقصد كولر قاعد مع كابتن فطي وقاعد مع جهاز الفني وقال له إحنا النقطة اللي كانت سلبية عندنا مع موسيماني كان بيعتمد على مجموعة معينة من اللعيبة وما كانش بيكمل بيئة اللعيبة يعني حسام حسن موجود فيه محمود متولي موجود فيه لعيبة حمد محمود كان موجود ما كانوش كلهم بيلعبوا الرجل ده جيه الرجل ده أول ما جيه عمل بيهتم بالخمسة وثلاثين لعيب يعني ناخدها كده كمثال النهاردة في تمرين مبارح كالراحة كان ممكن جداً يروح مدى الست أيام من النهاردة برضه شغل مدرد شغل مدير فني بيفهم والكلام ده بنوصله لجمهورنا العظيم كان ممكن جداً هو خلاص بعد الماتش ده بعد مطش الداخلية خد الخمسة من راحة السلبية مش كده كانو يحصل كده ممكن يعني سيناريو أين او ما بفكرش كده او بفكر اننا اللعيبة اللي هي ما لعبتش ماتش الداخلية هعمل معها ايه هعمل معها ماتش ويد يوم لاتنين نظبوط وهيتمرن تدريب قوي جداً ثبت وحد واثنين تمام ياخد بعد كده أجازة يضمن ان في الثلاث ايام دول اللعيبة دي اللي هي وصلت ببعض دول وصلت لنفس الدرجة تقريباً مع زميلهم الى جانب ان هم عاملين فترة أعداد قوية فترة الأعداد قوية سمير زي ما احنا بنقول في العلم بتاعنا او نبسطها للناس ان الراجل بيبني أساس عمارة بيبني أسمنت مسلح على أعلى مستوى من القوة تضمن بقى طول الموسم ما فيش حد هيجيله صريبي ولا حد هيجيله مز ولا شد ولا الكلام ده ليه لان الاربطة والمفاصل وكل أعضاء الجسم قوية جداً الى جانب النص الفؤين النص التحتاني لما تبص تلاقي في اللعيبة وهم بيسخنوا تلاقي الشرط بيرفعوه نتيجة انه العضلات ما شاء الله بتدت يعني يبقى فيها نوع من البينة نسع الشرطات شوية ممكن والله ممكن نتكلم لكاتل سيد لأنكاتل سيد عمل شغل على المستوى عايز أخذك لشكل الدوري السنائي وأول حاجة اللي حظتها أتمنى أنها تكمل ما تبقى حاجة كده يعني تفرق أو حاجة استثنائية أنه الأندية الشعبية ما يبتدي الموسم بشكل كويس جداً يعني يمكن أن تفرح المحلة بشكل يعني استثنائي لأنه حقيقة المحلة السندي ما يبتدي الموسم كويس أوي الرجل اللي معهم كمان يبدو أنه يعني عنده فكر وعنده بصمة الاتحاد مقدم الاتحاد في صدرة مع الأهلي بالتساوي تسع نقاط علامة كاملة فهل شايف أنه دي يعني شكل جديد المنافسة في الدوري سنة تتوقع أنه هتستمر هل عودة الأندية الشعبية والأندية جمهورية مرة تانية لصدرت المشهد شيء نتوقعه الموسم ده أم لا كابتن عدل شايف إيه أنا أكمل بس الكولر أنه أولاً بعد الماتش ما بيخلص بيعمل إيه اللعيبة اللي ما لعبتش بيتمرنه وانت بتلعب في أستاذ برج العرب الماتش خلص ونسب روحها انزل التمرين يمرنهم علشان ما يبقاش جه وضع عليه يومين يوم تدريب خفيف ويوم الماتش اللي ما فوش تمرينه اللي ما فوش تمرينه يشتغل بعد كده الحاجة الثانية والأخيرة عشان الوقت بيسألوه عن الدوري والمرحلة اللي جاية وإيه أخبار السوبر اللي قال لهم سوبر إيه يقول السوبر انت واخده لهم أنا نسيته خلاص أنا نسيت السوبر سوبر ده أنا كان في الماضي وخلاص وخلاص أنا بفكر في اللي جاي ده معناها أن الراجل ده عارف أنه جمهور الندل قال أنا فرحت بعد الماتش دخلنا المطعم واتعشينا ورقصنا وفرحنا وركبنا الطيارة لكبنا الطيارة نزلنا مصر راح فين راح للملعب راح للملعب ما راحش اللعبة ما روحتش بشوناتها هو المنتالتي بتاعت يعني الأجانب عموما كده وبتهالي كمان السويسريين يعني في الحتة دي يعني ما ما عندهمش ظهر كابتن عاد يعني أوروبيين وعموما طبعا في الحتة النظام والاحتراف والشغل فكرة أننا أفرح على بطولة واركن عليها دي رايبين جدا رايبين جدا من الألماني وبالتالي فكر الراجل أن أنا النادي الأهلي عنده خمس بطولات خمس بطولات وأنها في بطولة أخدتها في أربع بطولات عندي أو خمس بطولات خمس بطولات دول أنا بشتغل عليهم كل بطولة بأخذها بروح ركانة من نسبة لشكل الدوري ردود سريعة كابتن عادل عشان عايزي سأروح كبير للمنتخب واسمع رأيك هل مع أنت مع أو ضد أنه بطولة تكسر ربط مثلا يلعبها لأهلي بالصف التاني أو اللعيبة اللي ممكن بحتاجة تاخد فرصة للمشاركة فرصة جيدة جدا بعض الشباب وبعض الناس اللي ما تلعبش هتاخد فرصتها وطبعا الرجل بيعملهم عاملة رائعة جدا أن المجموعة ديت أنا بجهزكوا علشان أفريقيا فأنت الكسر ربط ده أنا لازم هاخده لازم ياخده علشان أنا مش هنزل بالأشبال عشان أتغلب زي ما كان في فترة كده وصعد أربعة أعتقد رجدان والدبيس وأحمد أشرف وشادي ردواء صعد أربعة عشان يتمرروا مع المجموعة اللي موجودة بقى مصطفى يعني المجموعة ديت أعتقد هتبقى فرصة كويسة قوي بيجهزهم لأفريقيا بعد كاس العالم أنت داخل زي ما أنت قلت في البداية مطحنة المطحنة دي لازم عندك ثلاثين لعيب يبقى عمر الصلاية وبديله ديانجو بديله حمد فتحه بديله أكرم توفيقه بديله وهكذا ودول يبقى على نفس المستوى بدنيا ونفسيا وبقى جاهز أن أنا قاعد لابس ومفيش شكل لأهل يحتاج كل لعيب كابتن عاد الموسم طويل وصعب بس بقى إيه مش كلام كلام وفعل ومتشات نظبوط طبعا بقى جاهزهم من خلال مش الكلام من خلال ماتشات والدية قوية نرجع للدور وشكل بداية الأندية الشعبية والجمهرية شكل منافسة شايف إزاي انطلاقة الدورة ظلم جامد جدا ظلم جامد جدا الأندية الشعبية بتعاني من الموارد المالية والشركات بس المحلة الاتحاد عامل ملكاته محترم المصري عامل ملكاته محترم الإسماعيلي عامل ملكاته يعني كلها كلها استثناءات بتعتمد على فرد تعتمد على فرد تتكلم فيها يعني تعتمد تعتمد على جماهير واستثمار الفرد ده وزهق وقالك أنا مش عايز هتروح فين طيب والاتحاد إنما البقية الدوري معظم الشركات بنحييهم وكل حاجة وأنا قلت قبل كده معك لو كل نادي من الأندية ديت اللي هي عندها أرصدة مالية ضخمة تاخد اسم نادي شعبي وتلعب به تبقى قصة تانية خالص بس عايزة قرار طيب فإنما الدوري لابد دوري شعبي مش دوري شركات صحيح طيب شايف المستوى الأداء بقى كورة بقى واحد سبع مدربين أجانب هل في منهم حد لفت نظرك هل في حد أقدم أوراق اعتماده هل في حد عمل نقلة للفريق اللي بيدربهم شايف إزاي فرق زي المحلة والاتحاد وهم مبتدين يعني سخنين على عكس إنه الاثنين مفنشين المسلم اللي فات كانوا بيصروا على الهبوط بحكم أن أنا ضربت المحلة ثلاث سنين والبلدية سنة أنا شايف أنه المحلة لسه قدامها لأن الماتشين اللي هم كذبوهم كذبوا أسوان في الديئة 95 والماتش الثاني برضو برضو في الدقائق الأخرانية فإنما الراجل عمل شغل وطبعا كابتن صابر عيد راجل مدير رياضي شغال معاه بشكل جيد طبعا النادي الاتحاد برضو نفس القصة عمل صفقات كويسة خاصة في رأس الحربة وفي وسط الملعب لكن أعتقد أعتقد أنه الاتحاد هيبقى ليه شاء وكذلك النادي المصري إن شاء الله طيب تعالا نروح للمنتخب الوطني تعالا الأول نشوف كده نفكرك ونفكر أستاذ المشاهدين بالأسماء اللي اختارها مستر روي فيتوريا المدير الفني المنتخب مصر عشان معسكر بتاع شهر نوفمبر حرص المرمى محدش يختلف طبعا الشناوي معاهم محمد عواد معاهم محمود جد خط الدفاع وخط النص وخط الهجوم خط الدفاع اختار فيه عمر جابر أكرم توفيق محمود متولي باهل المحمدي حسام عبد المجيد محمود علاء حسين السيد عبدالجمع خط الوسط حمدي فتحي مروان عطية إمام عشور محمود حمادة وأفشة والسيسي وأحمد سيد زيزي وطهر محمد طهر وأحمد عبدالقادر ومصطفى زكي زيكو قط الهجوم اختار مروان حمدي ومحمد شريف وأحمد ياسر ريال وقبل ما أسمع رأيي كابتن عدل في الأسماء وفي الاختيارات أنا بس عايز ليه وجهة نظر وشعرف كابتن عدل يتطفق ولا يختلف مع وجهة النظر دي الحق الأصيل للمدير الفني في اختيار قائمة مباراة أو قائمة معسكر أو قائمة بداية في أي مباراة لما نكون بكلم على مستوى الأندية هو حق أصيل للمدير الفني لأنه قدي عنده قائمة يلازم يختار بينه وما حدش يقدر يكلم معه فده غير الإدارة بتاعت الميدي لك لما نيجي نكلم على منتخب مصر القصة صغير منتخب مصر لا يملكه أحد لا يملكه حتى اتحاد الكرة مصري انتخب مصر ملك الكل مصري وبدأنا على يبما أن مستر روي فيتوريا جاي عشان يعمل مشروع فلازم نبقى فاهمين إيه المعايير والمقاييس اللي بيختار على أساسها المدير الفني واجب على المدير الفني أن يشرح ده للرأي العام كابتن عادل رأيك في اختيارات روي فيتوريا هل شايف أنه في أسماء تظلمت أو في أسماء تجملة أسماء تظلمت بالاستبعاد أو أسماء تجملة بالانضمام مهمة ده أجندة دولية وماتشاط والدقيق لكن في النهاية إزاي بتشوف قدرة الرجل على الاختيار أنا مش أتكلم على الأسماء لأن طبعا الناس كلها كلمت عن بعض الاختيارات الغير موفقة يعني لكن في دقات كده مش أنا كل المهتم بكرة القدم أهل زمالك أي جمهور في مصر موجود لما يلاقي الرجل بيطلع لعيبة لنادي معين بنوع من المجاملة أنت وفي عندك وفي عندك ماتش دولي هل أنت تبقى مطمئن ليه لما يقول أنا مش عايز مدير فاق مش عايز مدرب عام مصري معايا وبعدين فجأة تلاقي بيتعيله مدرب مصري 24 ساعة كاره النادل آل لمصلحة مين الكلام ده هل لمصلحة النادل آلي لمصلحة مصر لمصلحة الزمالك مصلحة مين مفروض في اختياري أنا بختار واحد الناس كلها تبقى حباه بهيس أن يبقى الناس كلها وراء منتخب مصر إنما جمهور النادل آل لما يلاقي المدرب العام والسديهات موجودة على طول طيب اختيار الراجل هل هو اللي اختاره يعرفه من إيه ما يمكن يعني ممكن حد يقولك لا هو ما اختارش انه ما يعرفش هو تفرض عليه الاسم ده أو تقال له طالما تفرض عليه وهو اللي جايلي من الكواليس برضو كنت عنه يقال لك أنا مش عايز حد يجي يشتغل أنا عايز أن تجيبه حد هتوي يجي يتفرج من بعيد ويتعلم لكي مش عايز حد يجي يشتغل معاه فبالتالي ورد يبقى يعني اسم الطرح كلام ده ممكن يتقال في أي مكان في كافية بتاع إنما ما يتقال شي في منتخب مصر منتخب مصر ده راجل قائد لحد يدخل في شغله يعني في الاختيارات حد يقدر يتكلم معاه في الاختيارات ندرش الكلف الاختيارات اختار زمان انت عايز والنتيجة بعدين لكن برضو في حاجات احنا كشعب مصري يهمنا جدا منتخب بلدنا يبقى كل أربع سنين بينافس في كاس العالم بيخش دور الست عشر يخش دور التماني زي غانا ونيجاريا وسحل العاج والبلاد دي اللي احنا يعني فالاختيارات دي ندرش نتكلم فيها لكن في نفس الوقت الغالبية من الناس شعره إنه فيه حاجة غلط إن أنا بقى طلع لعيبة إن أنا بقى مدير مدرب أنا بعينه أو بيبقى موجود معايا طب وجوده معايا سواء في المدرج أو في الدكة أو في أي حتة هل ده في صالحه وفي صالح المنتخب أكيد لا في أسماء تزلب الطبي كيف تنعادل في أسماء تستحق التواجد في المدرج في قلب الدفاع في أعظم إسلام أسامة جلال وفي يعني في طبعا شام بريحة مجاملة للبعض سيبك من كريم فؤاد يعني كريم فؤاد هيبقى مع النادي وهيتمرن وكريم فؤاد مش مستعجلين عليه كريم فؤاد كنت لك برضو بتبقى للعيب نفسه تيجي لشوها كابتن عادي يعني اللعيب لما يبقى حسس انه متقلق قوي ويعايش اليومين دول بتوعه ويلاقي نفسه بره القايمة وأسماء تانية ممكن تبقى ما قدمتش أي حاجة لا لا بتأثر ده دناء الإنسان الساوي الإنسان الساوي ما عندهش دي لأن أنا ما بشتغلش بالقطع أنا عارف أن أنا لسه في البداية أنا عملت 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 ماتش الزمالك وعملت ماتش الداخلية أنا قدامي النادي الأهلي أنا بركز في النادي الأهلي سنوخ النادي اللي بعد سنة بعد اثنين هبقى في منتخب مصر وهبقى أساسي في منتخب مصر وكريم مستقبل الحقيقة وغيره الحقيقة من العيبة يعني تراهن الحقيقة بس في نقايا واتشات ودية والناس كلها بتتكلم على كاس العالم وقايم كاس العالم ومعسكرات كاس العالم كان نفسنا الحقيقة نبقى موجودين على كل أحوال كل التوفيق لمنتخبنا الوطني خلينا أقول لكم ماتش الأهلي وبانها في الطائرة خلص الشوت الثالث والأخير بنتيجة 25 عشر لصالح النادي الأهلي وكده حسمت أولى مباريات انطلاقة دولي طائرة رجال لصالح الأهلي اللي شرفنا النهاردة في السادسة نوارة الدنيا كافتان عادل وكل الشكر على وجودك معنا كل الشكر لكم مع المتابعة بكر حلقة جديدة السادسة على شاشة الأهلي دايما شكرا لحضرتكم مع المتابعة